ميشوف جديد رح نحكي عن إصدار كتاب جديد تحت عنوان الصعوبات التعلمية والتعدد اللغوي أكد من إعداد الاغتصاصية بعلاج النطق واللغة أنا كيشيشيان خانجي أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح المر كل عيد فالانتين وأنت بخير مرسي مرسي رح نبدأ نحن وياك أداء أخذ معك أول شي شغل حتى طلعت بهال خلاصة بهالخلاصة أخذ تقريبا سنتين ونص شغل في معي زميلة كتبت معي القسم اللي بتعلق بالنفسي حركة اللي هي نادا نصيف وأنا اشتغلت على كل شي لغوي إن كان لغة مكتوبة أو شفاهية والمنطق والتحليل وكمان كل شي إله علاقة بالانتباه والتركيز والأمور الزهنية نعم يعني اللي عملتوا بهذه الدراسة كان مع أشخاص أولاد كبار بالعمر كيف؟ نحن لأنه ما في مراجع نحن كيف خلقت الفكرة أنه نعمل الكتاب لأنه بالدول العربية وبلبنان ما في مراجع بتضم كل الصعوبات التعلومية بمرجع واحد اللي نحن قطعنا على كل شي تطور طبيعي يعني تطور الولد الطبيعي والصعوبات يعني كان أسبابها عوارضة وبكل آخر فصل منحط كل شي إله علاقة بالتوسيط نعم لأنه كنت عبقول أنه ما في مراجع بتضم كل هالأفكار مع بعضا يعني هون الصعوبة مش نيك أخذ وقت يعني تطور وتطور بعين الاعتبار تعدد اللغات لأنه في كتير مراجع بتحكي عن اللغة العربية فقط مكانت مكتوبة أو محكية نحن هون ضمينا اللغة الفرنسية والإنجليزية والصعوبات اللي فيها تبين شفاهيا أو كتابيا عند الولاد من هيك يعني هيدا المرجع بضم كل إذا بدكم الكولتور يعني السقافة اللي نحن موجودين فيها باللبنين أو بالدول العربية يعني صعوبة لبنان هي اللي صعبت المهمة لأنه تعدد اللغات قولي لبنان بتضم علاج كتير كبير هيا خلينا عجرهم إذا بدنا نرجع للمعالجة هي للأطفال أو للكبار نحن حكينا عن تطور الطفل من السفر للمراهقة يعني كل شيء يعني الكبار ما حكينا عن تطورهم أنه ما حكينا عن صعوباتهم أكتر ركزنا على تطور لحين عمر المراهقة لعمر المراهقة ليش؟ لأنه بعدين بيصير صعبة بعدين أعتبر أنه صاروا يعني أطعوا بالمراحل العلاج والمساعدات ونحن لأنه بعمر المراهقة نرجع نعمل أوريانتازيون نرجع نوجه الولد لا مهنة معينة أو لا اختصاص معين يقدر يكمل ويعمل تكيف مع الصعوبات اللي هو عاشه يعني ممكن واحد يتخطيه يعني اللي عنده كيف يكتشف أول شيء أنه عنده صعوبات تعلمية من أين بتجي؟ بأي عمر حسب شو هي الصعوبة؟ إذا الصعوبة حركية أنه الولد ما بيقدر ينسق بين عضلات الإيد وعضلات العين لا يقدر يكتب أو صعوبة تطورية كجسم أنه يبلش يمشي يتعلم الإكليبر التوازن أو هي صعوبة نطق يعني كل صعوبة إلا شيء إلا حلة حلة وإلا تطورة يعني مثلا إذا الولد بس عنده صعوبة تلفز هاي دي كم جلسة بتخلص ما في داعي لمعالجة طويلة على مدى طويل بينما الصعوبات القوية باللغة يعني الولد ما عنده مفردات ما بيقدر يركب الجمل بطريقة صحيحة ما بيقدر يميز بين حرف وحرف إذا أنت الكوتش من أول جلسة أكيد أعطاك كل الشهدية مرسي بس لأ عن جد هوني يعني أوقات بتشوفي شخص ولد يعني بعمر سبعة، ثمانية، عشرة حتى ما بتكتشفي أنه إذا ما بتعرفي إذا مش أنه بتبعتي دراسيا من بعيد بتقولي أنه ما عنده شيء بيحكيك طبيعي بيتفاعل طبيعي عنده كل الأمور العادية عند كل ولد ولكن إذا سألت أهله بيطلع أنه بالمدرسة يعني يكتب يأمى صعوب التركيز أو ما بيعرفي يفرق يعني ما بيعرفي الجمل الأرقامي يفرق بيناتهم إلا ما هنالك هوني في استحالة لتصحيح المسار يعني حتى لو تأخر الوقت يعني صار بعمر 11-12 حلق نحن بكل شيء اسمه علاج نحن منقول كل ما يكون أبكر كل ما أحسن إن كانت شفاهية أو مكتوبة أو العلاقة بالتقطأ أو شو ما كانت الصعوبة كل ما يكون الولد أصغر كل ما فينا نعمل توجه يعني نساعد الأهل ونساعد بأي عمر دي بلش يعني أول ما يكتشفوا الصعوبة مثلا إذا لوها شفاهية إذا الولد تأخر بقى للسنتين ثلاثة ما عم يقدر يقول كلمات ما عم يقدر يركب جمل بسيطة يعني بلشنا من شكلة أو أسس التواصل يعني ما بيتطلع بالعيون ما بيقدير يحترم الدور أوقات لأنه منشك مثلا بصعوبات تانية مثل التوحود أوقات هادي بتخلق معه أو من خلال التربية الأهل يعني بتكون خلقيني معه هادي إذا فينا نقول بين هلالين تشوهات بشكل عام هلأ الصعوبات التعلمية فيه إلى عدة أسباب هلأ إذا نطق فيه تشوهات أوقات بيكون بالفك أو بالحنك الأخرية بتخلي ولد يعني شي عضوى بيخلي أو شي وراسة يعني فيه من اللي يتأخر بالكتابة والكرا أو يتأخر بالنطق عند عدة أفراد من العائلة بتبين ترجع عند الولاد أو فيه أسباب إذا بدنا نقول إلا علاقة بالمحيط يعني المحيط ما أنه محفز كفاية لا يقدر الولاد يتعلم مفردات جديدة يقدر يكون ينترك وحده يمكن الولاد يتطور منطق وتحليل صحيح مثلا إذا الولاد كتير بينترك لحاله قدام التيفي مثلا ما عم يقدر يكتشف الألعاب بإيدي ما عم يقدر يكتشف كل شي concept يعني بإيدي ويختبرون رح يكون عنده صعوبات بالرياضيات نا هاي دي مهم المعلوم ما بيقدر يطور المحيط المحيط ما عم يساعده يطور قدراته يعني عم بنترك كتير ما عم بيتفعل مع الآخر عم بنترك كتير قدام التيفي أو الألعاب الفيديو هولي ما بيساعدوه يعني في بعض هيك الأفكار عند الأهل أنه بيتعلموا من التلفزيون عم بيشوف أشكال أو آيباد أو تلفون نحنا نقول خلي يكونوا الوقت محدد يعني كان تيفي أو آيباد بس الآيباد مش حيالة شي يعني إذا فيه ألعاب لأنه بتنمي الانتباه الزكرة يعني تسأله أسئلة بجاوي بكذا وقت معين يعني مش كله نهار صح نص صاعة بنهار بس أنه لازم يختبر غير إشياء يعني يلعب بإيديه أكتر هيدا الأمور بتأخر له إذا فينا نقول يصيروا قولوا ولد كسلين بين هلالين أو ولد شاطير يعني ما هي مخصصة هو من زمين نحنا قبل ما كانت تسمع الأمور بأسمائها يعني قبل ما كان فيها لأنو شون ديسلكسية اختفت تصيرنا نقول منه زكي يعني ما بيباي بيكون أوقات الولد عن جد عنده قدرات لأنه مشكل الولد اللي عنده صعوبة تعلمية عنده دخلق ذهنه لأنه نحنا منعمل تقييم شامل يعني كل شي IQ test يعني التست الزكة منعمل تقييم شفاهة كتابة تقييم للحركة للانتباه للتركيز هيدا التقييم بيخلينا نعرف بالضبط الولد هو وين عنده صعوبة تنقدر نعمله علاج مع الأهل مع المربين اللي بالمدرسة رح نفتح الخط لثلاث دقايق بس على 01419702 إذا حدا عنده سؤال لا مدام لأنه خانجي يتصل فينا هلأ ويسأل على الهواء بالانتظار خلينا نشوف الكتاب يلي عملينه في كمي مشاهد رحصوفة الصعوبات التعليمية والتعدد اللغوي صح هو الكتاب نحنا اعتمدنا كتير على كل شي مرئي يعني في كتير صور في اشي من العيادة عنها كمان مثلا اكزامبلز من الولاد يلي أمسي من الولاد الاشي الكتبين كيف كتبوها بالفرنسي بالانجليزي بالعرب كتبوها شو لأخطاء مثلا الكتابية شو هن صعوبات الخط لانو الولد ازا عنده صعوبات خط كمان بتشكله صعوبة بالاخص ازا عنده تقديم ازا عنده عنا اتصاله بنرجع لك اكيد صباح النوم كيف احوالكم حمد الله تفضل معك سامير احبايا بدي اسألنا الدكتورة بس سؤال تفضل عنا الطفل نحنا عامل عملية الفانكونيز انيمي ولا هلأ ما عم يحكي كان قبل ما عامل العملية كان ينطق قدي عمرو عمرو هلأ صارو شت سنين شت سنين ابدا ما بينطق لا بيجرب يطلع صوته الاخرية بس ما بينطق ابدا حطينه بالامسي بيبحنس وعم يعطو هاك بس ما في يعني ما فيه بعد ملقان ولا نتيجة اوك اذا في نتيجة عند حضرتك يعني عنده شلال ديماغي هو المركز فوق شلال ديماغي عنده تأخير بالنمو تأخير باللفظ تأخير بال في عدة اسباب يعني العلاقة بالصعوبات النطق يعني يا اما ما عم بيقدر ينسق بعضلات اللفظ تا يقدر يحكي ينطق او بده ينعمل تقييم كمان للقدرات الزهنية اذا الولد عنده صعوبات بالقدرات الزهنية كمان هيدا بتخلي يصير في تأخر بالنطق بده يتاخد ينعمل تقييم شامل يعني تقييم للنطق تقييم لل تقييم نفسي حركة تقييم للانتباه وعهل اساس بينحط اهداف شغل اسيرة المدى وطويلة المدى تعني نعرف بالضبط انه كيف هو بحاجة لمعالجة هل بده معالجة مكسفة هل بده معالجة انه مساعدة من قبل الاسادة او الاهل يعني يعني بده يكون في تشخيص شكرا لأتصالك اهلا وسهلا فيك بنتابع ان احنا وياك بالكتاب كنت بدي اقول شغلة وبي دايما بتلفتني بهك يعني عند هادي العيادات دايما في بلون كبير لا شو بيرموز او شو الهدف بلون كبير هو اكتر بيستعملوه مع الاختصاصية النفسي حركة يعني اللي هنه بيدربوا الولاد كيف انه ياخد توازن يقدر يشتغل بالحركة حركة الجسم بشكل كامل هلأ نحنا مسلا ما كتير منستعمل هو الالعب نستعمل بلون صغير لهدف تاني مسلا لانه الولاد يقدر يتواصل مع الاخر اذا عنده صعوبة في معلقاتي سلطاني الو الو يا هلا مونجور فيني احكي مع الدكتورة معيك انا تفضلي تفضلي عم تسمعيك انا بتحكي مع الدكتورة عم تسمعك تفضلي انا عندي تون سيصير عمرهم 3 سنين في واحد من عمر سنة صار يقدر يحكي ويفاصل كل شي بس عند التاني بعضه شوية يعني ما عم يحكي كتير هلأ عمرهم سنة عمرهم 3 سنين اه بس لعمر سنة ونوص من عمر السنة حدا حكي وحدا لا اوكي هلأ هني خلقوا على الوقت يعني او كان في هني خلقوا على الوقت بس عند واحد طلع قبل التاني بثانية بس الاول صار يحكي تغريب التاني عم يحكي بس تقطسات الشوية بيفصر اسيا بس عم مقطس بتقطس بتأتي مش عنده تأخر لغوي لا حبيبي ما عم تغريب بس بتشوف اذا عمر الثلاثين بس يحكي مضبوط يا اما لا اذا في تقطأ يعني متل ما فهمت اه الى غير انواع علاج التقطأ او اكيد او عند اخت فونيس يعني عند معالجة نطق لانه كل ما كانت المساعدة ابكر كل ما تقطأ بتروح اسرع لانه في طرق للتعامل مع الولد اللي عنده تقطأ اذا انترك بيصير يحكي اسيا بتتأخر شوي بتشوف اذا عمر الثلاث سنة بيصير يحكي مضبوط يا ما بعد ما فينا نحكم هيش يعني حسب مو قدراته حسب قدراته شكرا لك اهلا وسهلا فيك بعد رح ناخد اتصال واحد بها الوقت رح نتابع صور التوقيع اللي صار نعم من كم يوم رغم الظروفات العامل رقفية ظروف العامل رقفية الا انه الناس مهتمة عن شرط تتعرف على معلومات جديدة نتيجة شغل بفيديو الكتاب اذا قريو اكيد ما هو لانه اذا منلاقي بالسوتيتر يعني دليل الاهل والفريق التعليمي المشرف يعني بكل اخر فصل بكل اخر فصل منحكي عن التوصيات يلي هن الولاد الاهل فيهم يتبعون مع الولاد وحتى الاسيات زي لكل صعوبة اه يعني عن جد دليل هو دليل رفتر لقلهم يضروا صح شو هن الالعاب اللي فيهم يستعملوها شو هن الالكتيفتيز يلي فيهم يعملوها معهم عشان يطوروا قدراتهم وانا حبيت الفورما مثل الاجندة المدرسة شوي قريب يعني لا وفي كتير صور في كتير قلوين تيكون سهل وبالمتوقنية ولا الجميع يسسر بالعين يعني مش بس بالقراءة اخر اتصال الو 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 شكرا بعد رح نجح ناخد اتصال واحد بكل مدرسة اللي يجب يكون عندهم حد اختصاصي يساعد الاهل باكتشاف اذا فينا نقول بين اهلالين كل ولد بولده شو عم بيصير فيه بالمدرسة العادية اجمالا عندهم المعالجة النفسية او المعالجة النفسية يلي هو اجمالا بيستقبل اول صعوبة بيأخذ المعلومة من الاسيد انه هدا الولد عنده صعوبة بيستدعو الاهل ومن هون بتبلش الوريانتصال بيواجهوا الاهل لوين يروحوا حسب شو هي صعوبته اما بالمدارسة المتخصصة عطول الاكيب موجود يعني اختصاصي النطق النفس من بعد اكتشاف يعني بيكونوا بمدرسة بيرجعوا بيحاولون اذا الولد عن جد ما قادر يكمل بمدرسة عادية وصعوبته كتير قوية ما في نمط الصف من حوله لمدرسة متخصصة يعني بمعنى الاعداد الاولاد بتكون اقل بالصف بيكون في متابعة اكتر نعم ناخد اخر اتصال اذا الو مجور مجور اي سماعينا اتفضل 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 كيف بيحدث اتصل مع الدكتورة انت معنا انت عم تسمعك عم تسمعك اذا بدك تتوجه لا سامعتك سامعتك فيك تسألة انا عم نسمعك اتفضل هي عم تسمعك كمان انا اه الدكتورة كيف اتواصل معي اه رح نعطيك رقمه تحت الهوى خليك معنا خليك تحت الهوى وهلأ نبعث الرقم للدكتور انا خانجي انا كيشيشيان خانجي يلا خليك تحت الهوى انتوانيت تتواصل معك وبتعطيك الرقم سؤال اخير خلينا نرجع نذكر بس الى اي عمر بيضل يقدروا يستفيدوا الاهل اذا عندهم مشكلة مع ولادهم لأي عمر نحنا اذا عم نحكي بس صعوبات تعلمية حيال لوقت انه نقدر نساعد نعمل تقييم نساعد الولد يعني اذا الولد عمل 15 سنة هلأ اكيد بنعمله ما في مشكل يعني ما في مشكل ما في مشكل يس مزبوط حتى لو انه ما رجع قلع مع صفوف الدراسة العادة توجهوا لمهنة معي صحيح شي يستفيد منه ليعمل مستقبله وما يخزر عن جد الموضوع بيستيحل دخول اكتر يمكن نقدر نجع نعمل حلقة تانية عن مواضيع متعلقة بهيدا الاختصاص لانه اكتر من الناس يمكن هلأ صار ينحكى قبل كانوا الاهل حتى ابني ما بوشي صحيح ما بدرشي هلأ الاهل عم يسألوا ايه سنطر ممكن لننطر هلأ في وعي اكتر انا هيك عم شوف يمكن بيخافوا من الكلفة مش بس هيك بيخافوا انه ما يطلع الولد عن جد بيرفضوا بيدياغنوستيكة معين يعني انه نحط كأنه اتيكات على الولد انه هيدا الولد عنده هالمشكلة بيخافوا من نازلة العالم المحيط الاسيدي يعني صعبة صعبة على الاهل صعبة مجتمع لازم بلشي تقبلها صعبة مجتمع نحن بدنا نشكرك بك لأحوال انا كيشيشيان خالجي الاختصاصية في علاج النطق واللغة تقدر تساعده من خلال الكتاب اللي اخد شغل شخصين شخصين نحنا شخصين بسنتين ونص اذا الصعوبات التعلمية والتعدد اللغة والسحة اهلا وسهلا فيك نورتينا بسقرية شكرا